السلام عليكم ورحمة الله معكم ايمان مستعد ورجعت لكم فيديو جديد كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير انتوما كتشاهدوا معي الحلقة الجديدة اليوم كيف كتشوفوا تتم الدرس الماضي اللي ورتكم الطريقة كيف اشتخر جورشين من تليفون وخيكون مخدوم ووعدتكم اننا غنخدموا الموديل مع بعضنا فها انا دا جيت لكم وجبت لكم طريقة ديال الخدمة ها هو الموديل كيف كتشوفوا ديال الدرس السابق ليش بنا كيباش خرجناه مع بعضنا دا باش جبت لكم طريقة الخدمة مع اسرار الموزونة للمبتدئات باش جيك وقفة وخدمة زوينة اذا بسم الله على بركة الله كيف كتشوفوا انا هنا كادريت فاول طريقة اول سير في الخدمة ديال الموزون هو هاد الكادراج ديال ورقة البنات هذا هو اللي كيخلي ديك اللي كيساعد لنا الموزونة ديالنا جينا وقفة وتجي مشوكا ويجي عاطي داك المنظر جميل عندما انا هندير معاكم تجريبة باش تشوفوا هاد الورقة هادي اللي راني ما ديراج فيها الكادر شوفوا الموزونة مني دخلتها ها هي بقات مبسطة بقات متكي على على التوب فما كتعطيش داك المنظر جميل اللي كان عارفو على الموزونة مني كتكون مني كتكون وقفة فالموزونة باش ما كانت وقفة باش ما كتعطي المنظر جميل هنتو ما شفتو دابا راها ما كتبقاش وقفة نهائيا فاحسن حاجة بالنسبة للموزونة انك ديري لها الكادر علش هي غدا توقف هادك الكادر اللي احنا غدا نديرو منورها هو اللي غاي خليها توقف واخت تصب واخت تمشي المسلوح واخت كل شي كتبقى واقفة وكيبقى عاطينا داك المنظر وديك الجمالية دي الموزونة كنشوف مستفت الأخوات في الفيسبوك وفي القروبات كيقولوا كيفاش الموزونة كتبقى واقفة هاكك فهذه هي اول طريقة كنستعمله باش كتبقى الموزونة على ذاك الشكل كيف كتشوفو كتنبدأ انا هنا بديت كان كادري بالعقيق لمهرس كتاخذي القياس اللي غي خصتك ديالك ديال الرشيم يعني ماشي ضروري انك تبديت تخلي غي جوج حبات بجوج حبات لا دخلي الورقة ديال كاملة او الوردة ديال كاملة كيف كان دير انا هنا دابا باش كتسهلي عليك الخدمة شوفو انا كان عمر وكان قيس وكان دخلها ومن بعد كان نرجع كنتبت ذاك الشي شفتو كنتبت واحد جوج اولى ثلاثة ديال مرات سهلة حتى كنظر على الوردة ديال كاملة ما تنسيش اللي كنتي مشاهدة جديدة القناة ديالي تضغطي على زر الاشتراك اللي بالاحمر وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ومزيد اذا هنا بسم الله البنات كيف كتشوفو انا هنا اول ما غديري ضروري هديك تاني خطوة ما تبعديش على الكادر ديالك لا شوفو انا فين راني دخلت قريبة الكادر وثالث تر انني كنستعمل جوج حتى الثلاثة ديال الموزونات في مرة واحدة ما كتديريش واحدة وانما كتديري جوج او ثلاثة هذا هو المنظر اللي كيجي رائع كيعطي واحد سمك للوردة كتعطي واحد السمك وكيعطي واحد الجمالية احسن احسن تدقوني انني خدمت وخدمت الوردة غيب موزونا وحدة وخدمت هدي ديالجوج او ثلاثة ديال الموزونات فتيقوني انها كتجي رائعة وكيف شفتوا في الصورة كيجي المنظر ديالها جميل هادي تهي طريقة من الطرق باش كتجي الورقة الوردة ديالنا كيجي عطي داك المنظر رائع الى قدرتو كانت عندكم الموزونا فدخلو في البرة ديالكم حتى ثلاثة ولا ربعة ديال الموزونات ماشي مشكل فكلما انتي كتكتري داك ديال الموزونا كلما درتي ثلاثة او ربعة كلما كيزيد السمك ديالها كتعطي منظر رائع انا هنا استعملت غير جوج غي جوج موزونات دخلت غي جوج بجوج فهكاك اعطى منظر جميل فحبه دا لو انه تكون ثلاثة وما فوق انا غنبقى ضايرة البنات هكا بلا منطول عليكم الفيديو غنبقى ضايرة حتى نكمل الوريدات ديالي بها الطريقة وبهاد الاصرار اللي اعطيتكم دابا كانتمنى من الله باش تطبقوها ونرجعو باش نكملوا الباقية ديال الموزونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا لابنات انا هنا عمرت الوردات ديالي كيف قلت لكم وكيف وريتكم بالتقنيات اللي وريتكم دابا ما بقالي غير انني ندير السيبورة للوسط اه كنديرها وعاد كننرجع باش كنعمر الفراغ ومن الاحسن انك مني توصلي لهذا الوسط هذا اه زيدي كتر الموزونا كيف قلت لكم من قبل اه زيدي ديري ثلاثة او لا ديري اربعة وديري هم يكونوا واقفين ما تديريش الموزونا تكون بسطة وتكون متكية ما كتعجيش عاطية منظر جميل ديريها واقفة الخيط ما تطوليش بزاف خلي غير يعني مني تطلعي الغرزة من الفوق مني تبغي تعاودي ترجعيها حاولي ترجعيها في البلاسة اللي ركي تطلعتها منها يعني كتبعدي غير واحد شوية وكترجعيها هادي هي الطريقة الاخرى اللي كتخلي الموزونا تبقى واقفة فسافي انا هنا كنعمرها تجناب هادو نعمر الفراغات وبهكا كنكون عمرت لوريدات ديالي بكل سهولة انا هنا جيت لهذا العرش هادو ساهل غنخدمو غيب الزومورود نمرة ثلاثة غنبقى غادا معاه على على شكل كنبقى تاب عرش ما ديالي انا هنا عندي هادو الحلازون هادو غنبقى غادا معاه كنبقى نرجع كيف وريتكم في اول درس ديال تنبات هنا ما غنرجع شوجوجوج وانما غنرجع في اخر عقيقة تدخلت كترجعي في ثلاثة او لا فيربعة فماشي مشكل كيف كتشوفوها هو غادي مقاد حيت صغير مني كيكون كبير لكيكون عنا شوية مشكل حيت كيبقى عوجه اما مني كيكون صغير فكتقدري تخدمي على راحتك انا هنا غدا ندور به عادي الطريقة العادية حتى ندور كنعود نتبت ودابا هنجيبو القالون كيف كتعرفو الطريقة دي نتركب القالون راها ساهلة كنبقى ننقذ جوجعوينات ونجيف الثالثة وكنبقى ما كان قطعش نهائيا حتى كنكمل قطعش نهائيا حتى تكملي تكملي الرشما ديالك في اللخر قاعد تقدري تقطعي تقدري تستعملي اللسقة الى ما بويتش تديري الخيط دير اللسقة حتى تتبتيه عاد رجعي بالخيط انا هنا غنجي للطفة الثانية وغندير نفس الشي كيف كتشوفوا معايا درجة ما راها سهلة جدا سهلة فممكن المبتدئات تديروها ما فيها حتى شي صعوبة فغير هالتقنيات اللي راني وريتكم ديال الموزون فكيف كتشوفوا الوردات ها هما كيف كتشوفهم امامكم ما راه جاء المنظر ديالهم جميل بدوك تقنيات اللي وريتكم دخلوا حتى الثلاثة او ربعة الموزونات كيف قلت لكم راه كتجي احسن واجمل صفي انا هنا كملت الخنجر ديالي غدا نزيد نتبت ودائما الخيط راه كيكون في لون التوب كيف كنقول لكم اولف اللون ديال العقيق انا هنا خدمت باللون ديال التوب غنخدمو هاد الوريقة هادي بالطريقة اللي راح نخدمنا بها الوريقات في اول درس اولف تاني درس كنضن سهلة حاولي تبوم بشوية الوريقة وإلا بغيتي الدرس إلا كنتي مشتركة جديدة القناة وبغيتي الدرس بالتفصيل فمعليك إلا تنزلي القناة التحت ورا غدا تلقيه او لا انا غنحط لكم في الرابط نحط لكم الرابط في صندوق الوصف باش يسهل عليك انك تدخلي وتشوفي الدرس بالتفصيل انا هنا اختاريت نهرس الوسط ديال الوريقة به هاد البلوسية اللي راني خدمت به وكاخر مرحلة هي هادنا الصورة اللي بقت عندي فعادي غنخدمها بحال كيف خدمت الوردات من قبل كنتمنى من الله هالدرس يكون خفيف ضريف عليك كمبتدئة وتقدري تخدميه بطبيعة الحالة راه سهل كيف كتشوفوا ما فيه شي صعوبة هذا راه سهل جدا حاولي تطبقي غير النصائح باش يجي كل شيء كل شيء وهذاك انا هنا غنظر كيف قدرت في الوردة من قبل غنظر به كامل وغنعمر الوردة ديالي ونطلقه مع الشكل النهائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هو الشكل دياليوم كيف كتشوفوا كينا جرأة في الالوان كنتمنى من الله هنا الاعجاب ديالكم انتظروني في فيديوهات مقبلة ان شاء الله تبقوا على خير والسلام